لكن فقرة الانترو عندي فيها عدد من الاخبار لكن ثلاث موضوعات رئيسية اول موضوع وهو حوار الكابتن علي معلول اللي كان بالامس بالتأكيد مع الكابتن اسامة حسني في حوار خاص على شاشة قناة النادي الاهلي يمكن في الحوارات اللاعبين تحديدا لعيب النادي الاهلي بتبقى فرصة طيبة لما بتلاقي فيه معاني احنا ممكن نقعد نتكلم فيها في حلقات وحلقات لكن لما تسمحها من لعيب في النادي الاهلي وتحديدا لعيب جاي من الخارج مش لعيب مثلا ناشئ في القرى المصرية او لعيب تربى داخل جدران القلعة الحمراء بيبقى الكلام هنا بقى ليه معاني مختلفة وليه تفاصيل مهما تكلمنا فيها من نظريات وشرح وتفاصيل ومواقف حتى سابقة بيجيلك احداث حالية او تصريحات حالية للعب كبير زي النجم التنسي ونجم النادي الاهلي عالم علول بيترجم كل ده على ارض الواقع حوار عالم علول الحمد لله كانت ردود فعل مميزة جدا وحوار ايجابي بشكل كبير جدا وبجد باشكر عليه الكابتن اسامة حسن وكل فريل عمل على هذا الحوار المميز اللي امتع الجميع بمبارح وكان ليه صدى كبير جدا وصدى واسع وكل المشاهدين كانوا مبارح امام شاشات التليفزيون وعلى شاشة القناة القلي تحديدا في صهرة صهرة الجمعة مع الكابتن علي معلول اللي كان بيناورنا وبيشرفنا والكل كان سعيد جدا بالحوار لكن في نقاط لازم ناقف عندها والتاريخ لازم ياقف عندها النهاردة احنا بنتكلم مثلا ان لعيب زي علي معلول بيتكلم على جمهور النادي الاهلي وان اكتر حاجة كانت بتسعده واللي بتشد من حماسه وازره في المباريات اغنية جماهير النادي الاهلي من التالتة شمال هي التفاصيل الصغيرة دي لكن اكيد لها معاني كبيرة في المباريات بالنسبة للمرحلة الجاية لازم ناقف عندها ولازم يكون اسلوجا لنا في المرحلة الجاية لما بنشوف تصريحات مميزة وعنوين نقدر ناخدها فيه كليبات ومنشتات ونقدر نقول فيها كلام كتير جدا لكن كمان علي معلول لما يقول لك اللي حب النادي الاهلي جمهوره عمره ما هينساها فاهميني المغزى والمعنى اللي بيقوله علي معلول اللي بيحب النادي الاهلي جمهوره عمره ما هينساها تو بتتكلمه في قيب وفي مبادئ وفي تفاصيل ممكن تصريحات تعدى علينا كده بشكل عابر لكن في النهاية مع مرور الوقت الكلام اللي زي ده بيأثر في الأجيال الصائدة بيأثر في القطاع الناشئين واللاعبين صغار السن وبتبقى رسالة مهمة جدا لأي لاعب من خارج مصر أو من خارج النادي الاهلي لما بيفكر لو عنده أكتر من عرض هذه المعاني وهذه التصريحات بيبقى لها تفاصيل كبيرة جدا وتأثير كبير جدا الكلام ده علي معلول ما جابوش أو قالو كده مثلا مجاملة لا ده قالو بناء على لما كان في نادي الصفاقص التنسي شاف تأثير مدربينه عليه وكلام نجوم الكرة التنسية لما كان بيقولون جايلة عرض مثلا من النادي الاهلي أو جايلة عرض من الدور المصر يقولون لو النادي الاهلي اتفضل روح فتخيلوا شوفوا عظمة وقيمة ومكانة النادي الاهلي زي في عيون اللاعبين خارج مصر وده بالتأكيد انطباع ايجابي جدا بيصدره علي معلول هو متواجد في النادي الاهلي منذ موسم 2016-2017 قال كمان وقت ما بيتلقى النادي الاهلي اي عرض وده بيحصل في كل فترات انتقالات خلال الفترة الاخيرة انا كلاعيب او انا كعلي معلول وصلت المرحلة اننا عايز اوصل لمستوى النادي الاهلي لما يجيله العرض هو اللي يرفض من نفسه ما يجيش يقول لي يا علي فيه عرض بالنسبة لك المرحلة الجاية رأيك ايه او احنا ما عندناش مشكلة بشكل مبدأة بس المهم انت موافق ولا مش موافق لا انا عايز اوصل لمرحلة ان اوصل بمستوية ان النادي الاهلي لما يجيله عرض بخصوص علي معلول النادي الاهلي نفسه ما يناقشنش في العرض ويرفض العرض ويكون حباس على استمرار الفترة الجاية ده حب العب بقى يعني وكأنه نشأ وترعرع في هذا المكان وفي هذا النادي تصريح كمان مهم جدا قاله علي معلول قالك عقدي مع النادي الاهلي لما كنت باجي دايما في مسألة التجديد والاستمرار في النادي الاهلي العلاقة هنا مش علاقة مادية علاقة حب واحترام ونفسي اختتم مشواري ولعبي او مشواري في كرة القدم داخل القرى الحمراء داخل النادي الاهلي هي دي المعاني اللي لازم نقف عندها ونلقي الضوء عليها والكلام المهم ده لازم يلفت انظار الجميع لان الكلام ده ما ينفعش يعاد كده بشكل عابر ده كلام تقدر تحطه سلوجان او في اي كليب وانت بتتكلم عن عظمة النادي الاهلي في تصريحات لعيب نجب كبير في الكرة التونسية هو ازاي بيتكلم عن عظمة النادي الاهلي ده بس لمجرد ان هو موجود في النادي الاهلي 3-4 سنين بابالكم بقى لو لعيب ناشى في النادي الاهلي وتربى داخل جدران القلعة الحمراء فهي في النهاية مش فكرة مين لبت شرطة وفانيلا او مين لعب في النادي الاهلي لا فكرة مين ايقن واعتقد بشكل كبير جدا ان هذا النادي نادي كبير جدا بل يضاهي اكبر الاندالة العالمية وده مش كلامنا ده كلام عالي معلول كلام الكابتن نبيل معلول كلام الكابتن شهاب الليل طبعا من اكبر المدربين في الكرة التونسية هو الكابتن نبيل فبتتكلم عن عظمة النادي الاهلي في عيون نجوم الكرة العربية وتحديدا نجوم الكرة التونسية اشتركوا في القناة